فئة الشباب من الفئات المهمة جداً في المجتمع لأنهما قادة المستقبل الاستثمار في الشباب وبناء الشباب وتثقفهم وتوعيتهم بما يحيط حولهم بما يحدث في المجتمع يكونوا أطراف فاعلة في المجتمع وخصوصاً لما يتكلم عن العمل التطوعي الحقيقة من ثقافة العمل التطوعي لفترة من الفترات ما كانتش موجودة ما كانش فيه حد بيقدر أنه يستغنى عن جزء من وقته لإفادة مجتمعه لكن خلال الفترة اللي فاتت بقينا نشوف متطوعين في مجالات كتيرة في الشباب والرياضة في مؤسسة حياة كريمة اللي مليئة بالمتطوعين اللي بنوجه لهم كل الشكر يعني المؤسسة لما بتنزل مثلاً قرية بيدوروا على الشباب اللي موجودين اللي عندهم استعداد لأتطوع يفهموا طبيعة مبادرة حياة كريمة عاملة إزاي وبالتالي يكونوا هم فاهمين طبيعة المشاكل اللي عندهم في هذه القرية يقدروا يتكلموا عنها يقدروا يعبروا عنها يقدروا يفهموا أهليهم ويفهموا كمان أهالي القرية بأهمية الحديث عن هذه المشاكل اللي بتواجه أهالي هذه القرية الشباب اهتمام كبير جداً من مؤسسة حياة كريمة بالشباب في هذه القرية احنا معنا أحد النمازج الشابة اللي موجودة في القرية لأستاذ محمد توفيق منورنا صباح الخير عليك يا أستاذ محمد صباح الخير يا فندم إزاي حضرتك يا أهلا بيك يا فندم شرفتون يا فندم الله يخليك أستاذ محمد حضرتك من فئة الشباب وأعتقد أنه خلال الفترة اللي فاتت من خلال تواجه من مؤسسة حياة كريمة في هنا في الأبعدية فيه اهتمام كبير جداً بالشباب لو توضح لنا ملامح هذا الاهتمام بالله يا فندم إحنا عندنا ملعبين بيخدموا البلد تمام وكان حضار لنا من فترة وزير الشباب ورياضة دكتور أشرف صبحي وشاف النمازج المشرفة وهو بصراحة يعني عطانا اهتمام كبير بالملاعب وبالشغل التطوي وعطانا برضو اهتمام بالمركز تمام إنه هو بيخدمنا خدمات متكملة عندنا في المركز حضرتك التخاطب والتأهيل بيتم عندنا ده جديد ده اه اه ده النظام ده جديد ده سيادة الرئيس هو اللي مأكد عليه في الشغل وفي العمل ووزير الشباب ورياضة لما جاء حضرتك شاف النظام وشاف الوضع عجبوا الوضع جداً وهو الراجل يعني بيخدمنا كشباب بطريقة يعني يحسد عليها نحن بنشكر حضرته جداً الدكتور أشرف صبحي تمام؟ وطبعاً الزيارة الكريمة لرئيس الجمهورية للبلد وشاف الأوضاع المماثلة قدام حضرته والبلد مقدومة خدمة جميلة آآ متماثلة في غير مركز الشباب احنا عندنا مركز الشباب دلوقتي فيه قاعدة تبعد الشباب عن الوضع اللي هو على الأهاو والوضع اللي هو الغير مشرف فعندنا المركز بتفتح ليه المهار لاستبال الطوائف الشباب سواء نساء أو رجال طب خلينا نرجع كده القديم تمام قبل كده كان مركز شباب واحد بس أعتقد دلوقتي بقوا اتنين احنا عندنا لأ عندنا الإدارة الإدارة موجودة في مكان وعندنا ملعبين ممثل عندنا ملعبين تمام بس احنا كنا متعودين على الشكل اللي بنشوفه في الدراما لمراكز الشباب انها ملعب يدوب ومقفول وصور كان متطور ولكن ما كانش بيبقى فيه رياضة الوضع يبقى حاجة تانية رياضة لا لا حاجة تانية خالص 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 الوضع ان احنا عندنا أكاديميات بتشتغل ومفاعلة تمام أكاديميات رياضية اه رياضية وفيه ان شاء الله حطات ايه زي رياضات ايه اللي هي الكورة والكراتي يا فندم تمام والعاب أخرى حنت ان شاء الله هننصك فيها هننصك فيها بإذن الله باقي كنا ننصكين الموضوع ان بعد الزيارة ان شاء الله هيتم التفاعل مع الكراتي والكونغو فوق هنعمل بعض الحاجات اللي تفيد الشباب عن ده طيب اقبال الشباب عامل ازاي على المركز اقبال شديد جدا يا فندم متغيب يعني مبارح غير النهاردة احنا بنشكر الرئيس على الوضع اللي احنا شايفينه في القرية احنا كنا لسه يا دوب الفقر القابل دي بنتكلم مع منصقة حياة كريمة هنا في المحافظة وكانت بتكلم عن مبادرة انت الحياة وازاي هي بتساعد الشباب فيه اولا بتقوم بعمل توعية كبيرة جدا للشباب فيه نواحي عديدة ابرزها طبعا خطورة الادمان والمخدرات وغيرها وغيرها من المبادرات التي تندرج تحت ما تقوم به حياة كريمة هنا شايف استجابة الشباب عاملة ازاي لكل هذه المبادرات خصوصا كمان فيه ملتقيات للتوظيف ودي حاجة ما كناش بنشوفها مبدئيا او كانت موجودة فقط في القاهرة فان يكون فيه ملتقيات للتوظيف تكون موجودة هنا لشغل سواء هنا او في القاهرة فدل جديد اعتقد انا حضرتك يا فندم كنت من ضمن الناس المنصقة لموضوع المشاريع اللي كانت مؤهلة لتوظيف الشباب بالفعل جانا كذا مشروع تمام والاستيبال كان حافل جدا من الناس للعمل والشركات دي استقبلناها فترة زمنية يعني اسبوع تمام لاستيبال الناس بالفعل حصل بالفعل جميع الشركات اللي جات استقبلت اعداد كتير جدا وكان بمتابعة الدكتورة نهاي البلبع نائب محافظة البهيرة كانت متابعة الموضوع معنا وحياة كريمة برضو كنفزت مشروع اللي هو الكوافل الطبية كانت معنا فعلا في المدارس انا عايز بس اوضح رؤية للجميع ان اللي حصل في بلدنا خل البلد امبارح غير النهاردة ده بالفعل تم قدامنا وقدام الناس كلها وبطمن جميع القرى والنجوع المجورة لان فيها فعلا بيتم فيها العمل اللي هو احنا اتكرمنا به وده بفضل الله عز وجل ثم رئيسنا العظيم الرئيس عبدالفتاح السيس احنا منشكر ساعدته هو شاف الوضع بعينه تمام واخنا منبلغ حضرته ان اللي ما شافهوش في البلد احنا منبلغ حضرته به المركز التكنولوجي اللي عندنا خدمات متكملة اللي هو خاص بالاحوال المدنية كلها حاجة جميلة وحاجة مشرفة المركز الطبي اللي على اعلى مستوى اللي ما شافناهوش من زمان النهاردة حضرته متابع الموضوع بالتنصيق مع وزير الصحة السكان ده حاجة عظيمة بالنسبة لنا احنا كنا في حل منبارح النهاردة تحق وببلغ جميع القرى والمدور ان رئيس الجمهورية مش حاسيب الناس دي كلها اللي ما ينفذ المشروعات اللي تمت عندنا في البلد عندهم طيب استاذ محمد انت بتقوم بعمل تطوعي في مركز الشباب وتشوف ايه اللي بيحصل جوه مركز الشباب وكمان في شكل قدرته البنات مجانهم ايه في مركز الشباب احنا متعودين ان احنا في القرى المنات مش بتبقى مقبلة قوي على رياضة او مش بتبقى مقبلة على خروف مركز الشباب ده بقى متاح في الشكل الجديد والله يا فندم او مستنين او بنحاول لك تذب بنات جديدة تعمل الكلام ده معنا بالنسبة للبنات يا فندم والله انا كنت عامل جايب مدرب كراتيق خاص بالبنات بس نشاط الفتاة اه عشان الفتاة يبقى لهم وضع قائم لوحدهم بعيد عن ايه الشباب وعدم الاختلاط الشباب مسلا في الالعاب والكلام ده كلهم لان الرياضة للجميع مهمة طبعا اه للجميع ما بخصش بقى الشباب فقط لا للجميع فدي رؤية حضرتك انت وضحتيها ان بالفعل احنا هننصك الموضوع ان البنات يكون لها دور فعال معنا في المركز وشدوا نفسكم معنا في الكورة كمان لا تحتمرك يا فندم تحتمرك ده شي طبيعي ان شاء الله ان شاء الله لا ان شاء الله يا فندم والله هننصك برضو وممكن لو في ناس لها انتماء لان احنا البلد الريفي ببلاء ايه انتماءات اخرى طبعا طبعا ولكن احنا هنفتح الموضوع للبنات والشباب عظيم بما انا حضرتك من فئة الشباب عايز اعرف ايه كمان الاستفادة اللي الجات للشباب نتيجة وجود مبادرة حياة كريمة هنا استفادوا من ايه كمان حاجات كتيرة يا فندم والله انا عندي ان انا بشوفي الاهوة دلوقتي يعني غير غير الاول يعني انا عندي الناس بالفعل بتيجي بتقعد في النادي وبتمارس الحياة الطبيعية وشايف الوضع القائم ووضع مشرك وضع يليك بالبلد وده بنشكر فيها سيادة الريس ووزير الشباب والرياض وده حقوقه على الدولة بالمناسبة وانت اخر لكنه في النهاية حقوقه والله يا فندم هو حاجة مشارفة جدا 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 احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الله يخليك يا فندم شكرا لزوح حضرتك يا فندم واسرة البرنامج لها كل الشكر والتادية شكرا يا فندم شكرا